أن الهجوم تم رده وبقوة من قبل الجيش السوداني كما أننا نتحدث اليوم عن الطائرات المسيرة التابعة للجيش السوداني قصفت مواقع لميليشيا الدعم السريع داخل الخرطوم وكبدت هذه الميليشيا الإرهابية الإجرامية خسائر كبيرة في العاصمة الخرطوم كما أن هناك اليوم تقدم جديد للجيش السوداني في ولاية الجزيرة ولاية الجزيرة التي شهدت إحدى قرائها مجزرة مع الأسف الشديد مروعة تحدث عنها العالم أجمع لكن الآن الجيش السوداني يستعيد زمام المبادرة وفي ولاية الجزيرة تقدم في إحدى القرى هناك إذن الجيش السوداني يحاول جاهدا أن يقضي على هؤلاء الإرهابيين المجرمين في أسرع وقت واصلت معاناة كبيرة للشعب السوداني عموما دعونا نلقي نظرة على الصورة الأولى التي لدينا والتي حدث عنها رواد مواقع التواصل الإجتماعي أمام حضرتكم النعيمي كتب ليقول شاب سوداني يضع قنبلة داخل دبابة للدعم السريع أثناء نشطها واستهدفها للمناطق المأهولة بالسكان شكرا للمشاهدة